الفساد المالي داخل صفوف الجيش العراقي وعدم كفاءة قادة عسكريين ضمن تشكيلاته ووجود اتصالات بين جهات سياسية وجماعات إرهابية من أبرز أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش وفق تقرير صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب السقوط التقرير الذي قام البرلمان العراقي بتحويله إلى القضاء لمحاسبة المقصرين جاءت فقراته مطابقة في عدة مواضع لروايات شهود عيان أكدوا صدور أوامر بالانسحاب من قادة عسكريين ما سهل سيطرة داعش على المدينة وذكر الشهود أن الانسحاب تم قبل يوم من إعلان سيطرة داعش وأن التنظيم كان على دراية بتلك الأوامر وقام حال سيطرته على الموصل بتوجيه دعوة عامة لكل ضباط الجيش للالتحاق بصفوفه مقابل رواتب مغرية ووعود بحفظ حياتهم وعدم محاسبتهم أو الاقتصاص منهم ورغم عدم ذكر التقرير لموضوع انسحاب الجيش بصورة مباشرة إلا أنه عز الانسحاب إلى الفساد الإداري وعدم المتابعة من قبل القادة الميدانيين ونقص حاد في المعدات والعربات العسكرية والعتاد التقرير اتهم رئيس الوزراء السابق نور المالكي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة بتعين قادة لا يتمتعون بالكفاءة في مناصب عسكرية حساسة كما اتهم التقرير إضافة إلى عشرات القادة الأمنيين محافظة نينوى أثيل النجيفي بإصدار أوامر انسحاب لعدد من أفراد الشرطة رغم وجود خطة أمنية قيد التطبيق تتطلب عكس ذلك كما ذكر التقرير أن النجيفي اعترف علنا بالتواصل مع جهات إرهابية وتفاوض معها الاتهامات التي وردت في التقرير قال عنها البعض إنها جاءت منحازة ضد جهات معينة وهو ما رفضه رئيس البرلمان العراقي بصورة قاطعة كل الأسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها وستحال جميعها إلى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الموصل لن تعيد الحياة التي سلبت بطريقة أو بأخرى من عشرات بل مئات الآلاف لكنها خطوة يترقبها كثيرون في ظل تغيرات سياسية تفرض على الحكومة العراقية انتهاج أسلوب أكثر صرامة مع ملفات الفساد ترجمة نانسي قنقر